عادة الألم المعنوي يكون أصعب بكتير من الألم البدني تخيل معي واحد مسجون ظلم فبينام على الأرض وبيأكل وحشه وممنوع من حريته والكلام ده هل ده أصعب عليه ولا الظلم نفسه معنى الظلم نفسه لا شك أن المعنى المعنوي أشق عليه من المعنى المادي لو أن واحد صاحبك حبيبك سرأك وخد مالك إلا يجعك أكتر فقد المال ولا خيانة الصديق لا شك أن خيانة الصديق أصعب عندك من فقد المال الألم النفسي أصعب من الألم المادي لذلك ربنا جل شأنه نوع لأهل النار من الألام النفسية لي أصعب من اللي أنت دايما بتاخد بالك منه النار واللي احنا قلناه في الحلقات الماضية والصهر والألم وشراب أهل النار وطعم أهل النار كونس ركس في دية ما ينتبهون إلى الألم النفسي الألم النفسي الألم النفسي ده ليه أنواع عدة منها أنهم لا يموتون تخيل إحساسك أن أنت نفسك تموت بس ولا تملك ذلك ولا تجاب إليه ولا تجاب إليه قال تعالى عن أهل النار في الصديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت يأتيه الموت يعني أسباب الموت يعني هو النار دي لو في الوضع الطبيعي تعمل إيه موتك فوراً لسعة الحية لسعة العقرب ضربة المقامع شربة الحميم أكل الزقوم ده في الطبيعي موت أقل من كده بيموت لكن هو في العادة بيأتيه كل أسباب الموت تجتمع عليه ولا واحدة بتموته هو بيبقى منتظر كل مرة يموت ولا يموت هذا ألم الألم النفسية أنه هو يطلب الفداء يعني يقول طب مش بموت طب أدفع كام عشان يعني إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثلهم معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم من ألمهم النفسية هذا الحوار الذي يكون بين الكافر وبين الله يقول يا فلان لو أن لك ما في الأرض جميعاً ومثله معه أكنت تفتدي نفسك؟ يقول طبعاً أفتدي نفسي قال تلط منك أيصر من ذلك وأنت في بطن أمك طلبت منك أن لا تشرك بي شيئاً فبيت إلا أن تشرك بي دي لوحدة مؤلمة أن أنت كمان تكتشف بعد كل ده أن كل ده اللي بيحصل فيك وكان أصلاً مطلوب يسير هو إيه اللي ربنا طلبوا مننا؟ إيه اللي ربنا طلبوا مننا غير عقيدة؟ ودي حاجة في قلبك ما فيش تكلفة ولا مال ولا وقت ولا جهد عقيدة تعتقد اعتقاد حق في الله وحدانية ومسائل أهل السنة طلب منك تترك الحرام متسرقش متتزنيش متقولش مال يتيم ما غد البصر الكلام ده ودي ما فيش حاجة يعني لا بتكلفك لوقته بالعكس بتوفر الوقت وبتوفر المال وبتوفر الجهد وأما الحياة اللي فيها جهد ومال فهي يسيرة خمس صلاة في اليوم والليلة كلهم لو صلتهم في المسجد حتى ياخدوا منك ساعة سيام رمضان شهر في السنة الزكاة ده لو معاك مال ربع العشر ما بتوجعش أي حد الحج لمن استطاع ليس بيلا هو مرة في العمر إيه بقى التكاليف؟ فعلاً لما سنفكر وأنا فعلاً بعمل إيه؟ يعني موضوع سهل موضوع يسير وأنا ليه مش ملتزم بقى؟ ليه مش مهتدي؟ ليه مش مستقيم على أمر الله تعالى؟ الرجل من ألمه المعنوي إنه فعلاً بيكتشف موضوع كان سهل طلبته منك أيصر من ذلك طلبته منك وأنت في بطن أمك قال لا تشرك به شيئاً فبايته قال لا تشرك به من آلام أهل النار إنه يكتشف إنه دخل النار عشان حاجة ما كانش مستهلة عشان خمسة جنيه عشان يكلم واحدة علشان يتفرج على ربع ساعة فيلم إباحي ويعمل عد سريه يتبسط بها ثانية وبعد كده بيندم عشان يشرب سجارة في خمس دقايق ليه؟ طب ما كنت تصبر وخلاص أنا عملت في نفسي كده ليه؟ من الآلام المعنوية الأهل النار إن ربنا يقرنهم بأزواجهم أحشوروا الذين ظلموا إيه؟ وأزواجهم وما كانوا يعبدون أزواجهم مش زوجاتهم ليه؟ زوجته ومراته يعني لا أزواجهم يعني أصنافهم يحشروا مقرنين تربطوا في بعض كده ويلقوا في النار مقرنين عشان يعودوا طول النار قدام بعض وطول النار يتلعنوا وطول النار يعذبوا بعض كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اتداركوا فيها جميعا شو بقى الألم النفسي ده قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فأتيم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فزوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ربنا ذكر العذاب المادي الأول قال هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونه فبئس المهاد هذا فليزقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج ثم ذكر عذاب معنوي هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا تزده عذابا ضعفا في النار من ألمه المعنوي نكتشف أن كل الناس الملتزمين والمحترمين اللي ألسنا عليهم وسخرنا منهم دخلوا الجنة وقالوا ما لنا لنرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أمزاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار يقول الضعفاء الذين استكبروا لو لأنتم لكن مؤمنين قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار يستأمروننا نكفر بالله ونجعل له أندد تخال أنت الألم أصلا مجرد أن تتخالك تجلس مع من أضلك ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبرأنا فأضلون السبيل ربنا أتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبير هذا شيء مؤلم للغاية مؤلم للغاية من ألام أهل النار أنهم يطلبون الماء يؤذن لهم في طلب الماء ثم لا يجابون يقول الأهل الجنة أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقهم الله فتكون الإجابة الصادمة إن الله حرمهما على الكافرين يقول كما قال ابن عباس يقول الرجل الأخي في الجنة أغثني أغثني يا أخي أغثني فيقول ما تريد قال أريد شربة ماء فيقول له لا إن الله حرمهما على الكافرين مأساة مأساة من يشتري هذه الألام المعنوية والأمر في الدنيا أيصر مما تتخيل لقد طلبت منك أيصر من ذلك حطت قاعدة دي اطلع من الحلقة دي من الجملة دي لقد طلب الله مني أمرا يسيرا وأصاده لو ما عملتوش عقاب أليم تعمل الأيصر ولا تعرض نفسك للعقوبة لاختيار معك أزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة